فور انهيار الاتفاق الامريكي الروسي حول سوريا اتجهت واشنطن وحلفاؤها إلى اتباع سياسة التصعيد وإثارة الفوضى العسكرية والأمنية التي تساعد تنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش ورحل عسكريون الأمريكيون يتقدمون المشهد ويوزعون التصريحات الحربية توسط عملية تجييش إقليمي وعالمي ضد روسيا وسوريا هي شريعة الغاب يقودها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بنفسه يوزع الأدوار لحلفائه ويعقد الاجتماعات الحربية في أنقرة وبروكسل وباريس مع قادة النيتو والنظام أردغان والإدارة الفرنسية ويعلن عن خطة وهمية دعاها خطة عزل الرقة فيما كان الرئيس الفرنسي يعلن عن تمديد مهمة حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر المتوسط بذريعة محاربة داعش في حين استبق النظام أردغان اجتماعات وزراء دفاع فرنسا والولايات المتحدة والنظام التركية وأعلن أن الموصل كانت تركية وأنه يعمل لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا بالإضافة إلى مهمته السرية المتمثلة بنقل إرهابي داعش من الموصل إلى سوريا وأعلانه إرسال مزيد من القوات البرية إلى العراق رغم رفض الحكومة العراقية لم يقتصر التصعيد الأمريكي ضد روسيا وسوريا عند هذه الحدود فقد شنت واشنطن والنيتو حملة تجيش واسعة ومضللة ضد قرار روسيا إرسال حاملة الطائرات كوزنيتسوف إلى البحر المتوسط وتعرضت إسبانيا لانتقادات وضغوط شديدة أمريكية وأوروبية بسبب السماح لمجموعة السفن الروسية بدخول ميناء سبتة للتزود بالوقود والإمدادات كما عزز النيتو من تواجده على الحدود الروسية في منطقة البلطيق لا يختلف اثنان على أن سوريا أصبحت بوصلة العلاقات الدولية ومنها يتشكل النظام العالمي الجديد وأن الغرب بات يعلم اليقين أن روسيا مصممة على استخدام منظومات دفاعها الجوية التي نشرتها في سوريا وهذا ما أكده مدير الاستخبارات القومية الأمريكية جيمس كلابر